السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزل في اللون مسلسل النمبر 1 يستمر في حلقته الثالثة يعني رانا في حلقة ثالثة من المسلسل للنمبر 1 يعني الفنان الجزائرية يسميم بالقسم اللي بفضل الإنستغرام شهرت راح تستعمل الإنستغرام باش يعني تقضي على نفسها وتقضي على الفن الجزائري يعني بنفسك انت الفنان الجزائرية وإذا أنت نابر وان مع لبريشي لنابر وان يستعمل هيك ستوريات وهيك كلام يعني من خلال هذا الفيديو راح نقول لكم واشقالت على حاكيم عنابة نعرفه حاكيم عنابة اللي هو أنجين هو فتاة جزائري يعمل فيديو هات كوميديا تقليد شخصيات مشهورة وكذا وكذا وكان هذا حاكيم عنابة كان من أعز أصدقائها يعني بسبب حاكيم عنابة باش نقول لكم من بعض المعلومات اللي عندي امتي اللي تلبتي من حاكيم عنابة باش تروحي تحضري الحفل تعلمسة فوهران لمسة هذك تعلمون تيج محمد رياض إلى ما خانتكش ذاكرة وضوك جايا يعني بعد ما كان من صديق تيالك وكنت معاه وكنت يعني لسونسيال كان من أصدقائك بالك اكتشف الجشعة تيالك واكتشف أخلاقك اللي ماكيش مبيينتها في موقع تواصل اجتماعي بالك لما تقرب منك عارفك على حقيقتك ورماء الوجه اللي ما في وجهك بعتها جيتي دوك باش تكلاشيه ما على برش هو واش كتب عليها بعد ما كانت معاني البارحة للفنانات الجزائريات ولكن هي خرجت طي طي عليه ودوك نقول لكم واش هضرت عليه وهي كتبت هذا الكلام دوك نقول لكم دقيقة واحد الكلمة من قدرش نقول لها قالت واحد تتتتا اللي كل دورة يعوجلنا وجهه بالفلتر ونصدراهم الناس اللي بكري سرقهم كي قال لهم راني مريض بالسرطان التاريخ لا يرحم يسراق هذا واش قلت عليه انا ما تبعتش حكيم عنابا من بكري باش نقول لباش نعرفي كان امري دولة عفان الله وإياكم من هاد الشي ولكن نقول لك حاجة ممكن هو صح كان عنده مراض ممكن هو جمعته برعات انا ما على بليش ممكن اذا الصح واش ركت قولي وجمعهم ربما شفاء ربما طاب انتي واش على بالك ربما لما كان في هذاك المراض ما كنتش انتي تدعمي فيه ودري له حاملات اعلانية وكذا وكذا باش يجمع يعني اذا كان يكذب شاركته في الكذب التاعو اذا كان صح انتي على بالك صح ووضوك حبيته تلعبي على الوتر الحساس يعني هو يبقى يبقى اصغر منك في السن يصبغى يبقى اصغر منك في السن يعني انتي واعي وانتي number one يعني قلت انتي number one يعني انتي ما على بليش هاد المستوى تكتبها هذيك الكلمة اللي مورها واحد المم ما على بليش كيفاش واحد المستوى اللي استعملته باش تكتبها يا ياسمين بالقاسم كżeli جزائريين رحو ضدك دك صارت لك مع لابلش مش من فننة نقدر نقدر نذيك بيها اصلا انت ما تشهرتش ما كانش عندك شهره انه يكون عندك متابعين او متابعين حقيقيين انتي كان عندك ما كانش عندك فنز حقيقي يتبع يسانتك بش تربحي جوائز يسانتك بشكدة بشكدة انتي كان عندك جمهور جزائري متل ما كان جمهور جزائري عنده فول الجزائري عندكم جمهور جزائري يتجار فيكم كما نتفرج عليك يسمين بالقاسم حبا في صوتها حبا في جمالها سيبورسا راني نتفرج فيك أما باش نصوط لك لا يعني حبي أنا راني نموت ونحب ونعشق سهيلة بالشاب سهيلة بالشاب تبقى فننت المفضلة يعني نصوط على جلها ندبز وندير لعب مع الناس على جلها ندير بزف حويج على جلها ولكن انت ما عندكش يعني جمهور حقيق اللي يدفع عليك أصلا روحي للحلقة تاعك عند فرح يسمين وقرأت تعليقات حتى تشبعي ولكن انت على بلك ما يهمكش تعليقات من كمية دراهم اللي يجي بهم لانستغرام وكمية دراهم اللي يجي بهم من قناتك في اليوتيوب ما يهمكش يعني خليهم يسبو خليهم يسبو وانت الشي اللي يهمك هو دراهم اللي يجي بهم ولكن نقول لك انت عمرك ما كنتي فنانة ولا راح تكوني فنانة أصلا باش تخممي انك جي النمبر وان يعني عندنا بزف فنانة الصف الأول انت كنت من سن في الفنانة الصف الأول ولكن استعدي باش تمشي في طريق هذيك الفنانة اللي كان يصفق لها المشارقة من زمان التسعينات والآن ألبومتها سكتو أغانيها سكتو في 2017 جزرت ألبوم واحد ما اسمع به درت أغاني في تركيا حفلات في تركيا واحد ما اسمع بها استعدي باش تمشي على خطواتها أما قاعمرا نشعيشيني بالإنستغرام نيب اليوتوم قاعم عندنا حياتنا الخاصة وفيما يلي هذا هو ردي عليك على حكيم عن نبا هو يبقى أصغر منك في السن يبقى كوميدي وقد بقى عنده متابعين أوفياء له سريع على روحك وخافي على روحك هذا أول شيء وكلمة موجهة للزوج ديالك إسلام أنه على الأقل يحكم فيك يلو كان 5% أنه تخرجي بهيك ستوريات للحظيظ يعني أصلا ما يشرفوش البنت الجزائرية ثانية ما يشرفوش الفنانة الجزائرية أما باش تكوني في النمط صف أول باش تولا باش تكوني النمبر وان في الجزائر را هكو بعيدة كل البعد هذا أول شيء ولكن من جهة ما نقدرش نقول ركي غلطة لأنه اللوم يقع على الإنستغرام اللي دارلك قيمة يعني قاع نلومو الإنستغرام من لوموش ملك ياسمين بالقسم النمبر وان في الجياحة وتبهليل والمستوى الحظيظ وشكرا لكم والسلام عليكم ومرحبا بكم في تعليقاتكم وقصفكم عبر ميزة التعليقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر